هنا في الغوطة الشرقية لدمشق تسفك دماء المواطنين بأسلحة النظام السوري والأسلحة الروسية الفتاكة والمحضورة بهمجية دون أن يرفى للمجتمع الدولي أي جفن هنا يواجه أهل الغوطة جحيما على الأرض وصفته الأمم المتحدة على لسان مفوضها الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بنهاية العالم المتعمدة التي يخطط النظام السوري لها وينفثها أفراد يعملون لحساب النظام بدعم مطلق من بعض حلفائي الأجانب المفوض الحسين قال إن النزاع دخل مرحلة رعب جديدة منددا بحمام الدم الهائل في الغوطة الشرقية واعتبر الحسين أنه من الملح عكس توجه النظام الكارثي وإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ميدانيا ومع تواصل سقوط عشرات الضحايا المدنيين بقصف النظام على الغوطة الشرقية أكدت مصادر محلية أن فصائل المعارضة استرجعت نقاطا خسرتها مؤخرا شمال حرستا ودومة وقتلت العشرات من قوات النظام المصادر أكدت كذلك أن قوات النظام تضغط على محور مسرابة من أجل شطر الغوطة الشرقية إلى شطرين فالنظام يخصف المنطقة بشكل غير مسبوق بالأسلحة السامة والعنقودية والارتجاجية لتحقيق تقدم في مسرابة كما يضغط على محور مشافي شمال غربي مدينتي دومة وحرستا في محاولة لفصل الأخيرة بشكل كامل عن باقي الغوطة كما بدأ النظام يعتمد على خلايا تابعة له في الغوطة الشرقية هدفها نشر الأخبار الكاذبة بشأن تقدم قواته إذ قامت مجموعة برفع أعلام النظام في بلدتي حموريا وسقبة في محاولة واضحة لإحداث بلبلة داخل الغوطة من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الحربية أغارت أمس على مناطق في بلدات كفربطنة وعينترمة وحزة وجسرين وسقبة ما تسبب في سقوط جرحة فيما شهدت مناطق في مدينة حرستا عمليات قصف مكثفة بعشرات القلائف الصاروخية والمدفعية ما أحدث دمارا في المنتلكات وأكد المرصد أن قوات النظام استقدمت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الغوطة الشرقية موضحا أن 700 عنصر على الأقل من الميليشيات الموالية لقوات النظام وصلوا إلى جبهات الغوطة